بإطار مكافحة جرائم الهجرة غير شرعية والإبحار السري تمكنت الوحدات الفرعية تابعة الكتيبة الإقليمية للضرخ الوطني بالعامرية مجموعة عينتي موشنت من إحباط عملية الإبحار السري في قضايا متفرقة حيث تم توقيف عشرين شخص من بينهم أربع أشخاص من جنسية مغربية كما تم حجز سيارة سياحية وأخرى شاحنة صغيرة كانت تقل المهاجرين غير شرعيين وكذا العتاد والذي يتمثل فيه محرك من نوعية ماها قوة سنحصان بحري زورق مطاطي 9 صفائح بنزين سعة 30 لتر مضخة هوائية مجاذف زورق كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية تقضى برب 49 ألف دينا جزائري وأخرى بالعملة الصعبة قدرت برب 250 أورو تم اختار السيد وكل جمهوري المختص الإقليمي الذي أمار بفتح تحقيق في هذه القضايا وتقديم الأطراف فر الانتهاء من ذلك ترجمة نانسي قنقر